بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ما أعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المحمدية وما أكثر آلاء الله عز وجل علينا فإن نعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى ومن نعم الله سبحانه وتعالى هذا الحديث العجيب الغريب الذي يتجلى فيه كرم الله سبحانه وتعالى على عباده روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن بريدة الأسلمية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا من أنظر معسرا كان له في كل يوم صدقة مثله ومن أنظر معسرا بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة بمعنى أنك إذا أسلفت إنسانا مبلغا من المال وأعطيته مبلغا من المال فيكون لك مثل أجري ذلك المبلغ صدقة لك في كل يوم حتى يحين وقت أداء الدين فإذا حان وقت أداء الدين فأنظرته مرة أخرى مثلا هذا الإنسان غير قادر على الدفع غير قادر على السداد لأنه رجل ذو عسرة فأنظرته شهرا آخر أو شهرين أو ثلاثة أو مدة من الزمن فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ثواب الصدقة مضاعفة مثليه عن كل يوم فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذا التسامح وهذه الرحمة وهذه الإنسانية وهذا الكرم مما ينبغي للمسلم أن يأخذ نفسه به وأن يلتقط هذا الثواب وهذا الخير ويعمل بهذا العمل الصالح نظرا لأن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة خصوصا أيها الأحباب ونحن في هذا الزمن الذي نعيش فيه والذي اشتدت فيه المحن والخطوب والمصائب والبلايا على الناس فمعظم الناس اليوم إما مدين وإما مقترض وإما مفتقر فعندما نقف مع هؤلاء فهذا مما يستوجب رحمة الله سبحانه وتعالى خصوصا في هذا الشهر الكريم وهذا من مشكات قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون لذلك في البخاري من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدين الناس يعني كان يبيع ويعمل بالدين فكان يقول لغلمانه إذا مررتم بمعسر فتجاوزوا عنه يعني إما أن تضعوا عنه من دينه وإما أن تؤجلوا له وأن تنظروه وأن تؤخروه فكان يدين الناس فكان يقول لغلمانه إذا مررتم بمعسر فتجاوزوا عنه لعل الله تعالى أن يتجاوز عننا قال صلى الله عليه وسلم فلقي الله فتجاوز عنه اللهم اجعل قلوبنا في هواك وأعمالنا في تقواك وأرواحنا في نجواك وأوزعنا شكر نعماك والصبر على بلواك ولا تخزنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة